بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بفضله وفقنا وهدانا وأتم نعمته علينا بختم تلاوة القرآن الكريم ونصلي ونسلم على من نزل عليه قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وفقنا لدوام تلاوة القرآن الكريم وتردي له آناء الليل وأطراف النهار ومكنا من التأمل في آياته وتدبرها والتزود منها لما يصلح أمورنا ويقوم عجاجنا ويبارك خطانا ويؤلف ذات بيننا وزدنا بتلاوته إيمانا وببركته عزة ويقينا وأمانا اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وأخرجنا بفضله من ظلمات الشك إلى نور اليقين واكتب لنا بكل حرف منه عتقا من النار وبكل كلمة مغفرة وبكل آية سترا واغفر لنا يا رب ما بدر منا من سهو أو خطأ أو نسيان أو قصور أو تقصير في تلاوته ونسألك يا رب أن تنفع به من قرأ وسمع ودعى إليه وعمل في سبيل ذلك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل القرآن الكريم ومن نزل عليه دليلنا وهادينا للقرب منك والتقرب إليك ومعرفتك حق المعرفة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل وأدخلنا الجنة واحشرنا مع الصديقين والشهداء والصالحين ومتعنا يا الله بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وبارك لنا فيما رزقتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ألف بين قلوب المسلمين المجاهدين واجمعهم عددا وعدة لتحقيق الهدف العظيم وهو أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلا لتكون الغلبة لهم على عدوهم ولهم العزة دون غيرهم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن واشف أمراضنا وبارك لنا في أزواجنا وأبنائنا وأعمالنا وبلادنا وتب علينا توبة نصوحا اللهم اهدنا للعمل بكتابك واجعلنا من المنضوين تحت لوائه المستجيبين لدعوته العظمى يا من برحمته لا تزيغ القلوب ولا تضل النفوس إنك أنت المعز المدل بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير اللهم فجر بالقرآن الكريم ينابيع الخير في قلوبنا ونوِّر به عقولنا وبصائرنا واجمع به كلمتنا واجعلنا من حملته والعاملين بأوامره المجتنبين لنواهيه اللهم بفضل كتابك العظيم وكلامك المبين بارك لنا في بلادنا هذه وبلاد المسلمين اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك لنصرة دينك والتمكين لكتابك حتى لا يعبد فوق الأرض إلا أنت ولا يكون هناك حكم ولا حكم إلا بما أنزلت واكتبنا يا الله من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارزقنا اليقين وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه ولمن سبقنا بالإيمان ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وجعل آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما آمين يا رب العالمين